السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقات انا انا عندي مشروع كبير لازم اقسمه. تمام لان الشغلة هيبقى عليه صعب جدا والتنسيق عليه بقى صعب جدا. فالافضل نقسمه. طيب بيتقسم ازاي? بنبدأ نتفق حسب كل مشروع يعني في بعض المشاريع مثلا كان عبارة عن برجين او ثلاثة خلاص يبقى كل برج ده ملف ريفة الواحدة ممكن لو انشائيا مشوف فين النقطة اللي ممكن نسم الملف عندها. خلاص يبقى ده الواحده ده الواحده. برضو مسلا في شغل الكهروميكانيكال. ممكن نسم التكييف الواحده والوطرسولار الواحده والدنين الواحده. وممكن مسلا يكون في زون التكييف كبيرة فنخليها دي الواحدها. ممكن يكون عندي مسلا آآ في دور متكرر فخلي الدور دوت عبارة عن ملف ريفة لوحده. ازاي بخليه ملف ريفة لوحده? انت لو عندك بعض العناصر. تمام? خلينا نرسم بعض العناصر سريعا كده. ممكن اعمل علوم وقول له ده مسلا دور اللي هو هيبقى متكرر مسلا بقى معايز وقول له كريت جروب. تمام? ده كده بقى جروب. جروب في خاصية حلوة جدا. ان انا بقول له حوالي جروب ده للينك. يبقى كده انا عملت ملف خارجي. والملف دوت خلاص بقى موجود لينك عندي. بحيس ان انا قدر اخذ كوب بيست مسلا العشرة دوار. وهو الميحب عدل عدل فين? عدل في الملف الخارجي. اوتماتيك عدل عشرة دوار مرة واحدة. وكده يبقى انا خففت الملف اللي انا شغال عليه. تمام? الملف دوت اصبح لينك. ولو جيت هنا في البروجيكت براوزر اصبح لينك عندي. تمام? لو ميحب عدل افتح دوت وعدل فيه. تمام? اقول له او افتحه في ملف ريفي التاني. ممكن تبدأ تفكر كده ايه اللي متقل لك الملف يعني مسلا في مرة مرات كان اللي متقل قوي قوي. الوجهة. الوجهة كان فيها تشكلة معينة وفيها فتحات وفيها زوايا وفيها يعني شغل العنب يعني. فخلينا الوجهة دل واحدة في ملف ريفي التخارجي. وبسحبو لينك. لو انا محتاج الشغل خلاص بجيبه معي. الوقت الطبعة طبعا هجيبه. الوقت الطبعة اصلا مفروض قاعدة الوقت الطبعة اللي هيتبع. تاخد تعمل ديت هاتش الملف وتطبع براحتك عشان ما تقلش شغلة تعنيس. وعشان ما يكونش حد بيعمل حاجة فتروح تطابع على اخر شغل وههعمل. لا تكون انت معاك من نسخة مستقرة يعني تقدر تشغل عليه. تمام? اه فهو انت بتبدأ تشوف ايه الحاجات اللي متقل عندك وتقدر تخليها في ملف خارجي ولما تحتاجه اه تعمل له ريلود لما مكنش محتاجه تعمل له اندود. كل مشروع ليه حالة خاصة. ممكن يكون المشروع مسلا اه متقسم زونات فخلاص كل مسلا زونا لوحديها وكل زوناتين لوحديها. ايه وقاعدة لو انا عندي تلات اربع مباني يجيبه كل مبنى لوحده. ما ينفعش مبنيين في نفس الملف. بقى انا كده بتاقل وبقى من المشاكل وممكن اه يكون ده هيتعمل له اه اه شيت بشكل مختلف عن الانشيط التاني. فالاحباء فضل ان كل حاجة تبقى نصق الله لوحدها. وممكن تكون انت مقسم معماري غير الانشاية غير الكهروميكانيكل. تمام? يعني ممكن تكون انت لقيت ان معمارية مفوت تقسم بشكل معين. وانشائيا قالك لا انا عندي بالنسبة للشغل بتاعي هيبقى في قطع في النص لا انا الشغل عندي مكمل من البزمت البرج دوت انا هقسم بحاجة تانية. هخلي مسلا نص البزمت مع البرج الاولاني ونص البزمت التاني مع البرج التاني. اولي حاجة معينة كده ويقدر يعملها براح طفل. تمام? هو مسلا ممكن يكون ما عندهوش تسليح رمال في الريفت فعنده خفيف فعنده قابلية. ممكن مسلا الكهرباء شغل بتاعها خفيف. فممكن تبقى كلها في ملاف واحد على سبيل المثال. تمام? ممكن تكون انت محتاج تقسمها تقسمها. الفكرة كلها ان كل مشروع حالة مستقلة بذاتها. عشان كده بنعمل بنبدأ نفكر بنبدأ ندرس. ما بنقولش هنشغل ملف واحد ولا بتحصل مشكلة نبدأ نقسم. لان ده ممكن يعملنا بشكل كتير. هممكن شغل يتقرر او شغل يفقد. لا بيبقى فيه خطة مبدئية من قبل من الشر.